يمكن الموضوع الأبرز اللي احنا بنتكلم عليه بقى أنه فترة والحكومة المصرية بتعمل على قدم الوصاق لإخراج كاب ستة أو سبعة وعشرين بالشكل اللي يليق بمصر ففي إطار الاستعدادات لقمة المناخ المقبلة في شرم شيخ أو كاب سبعة وعشرين دكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقدوا اجتماع تنسيقي موسع بمقر هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفصطات بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة آخر المستجدات في ملف تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة كما تم بحث أليات التخلص الآمن من المخالفات الخاصة بالمنشأة الفندقية والسياحية بالمدينة واستعدادات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتفقية الأمم المتحدة كوب سبعة وعشرين في نوفمبر المقبل كمان تم خلال هذا الاجتماع استعراض مستجدات منظومة الإدارة المتكاملة للمخالفات بمدينة شرم الشيخ بالإضافة إلى عرض العدد من مشروعات البنية التحدية المقترحات لتطوير هذه المنظومة والتخلص الآمن من المخالفات بالإضافة إلى التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من الإجراءات اللوجستية الخاصة بمؤتمر كوب سبعة وعشرين وفقاً للجداول الزمنية المحددة لذلك ترجمة نانسي قنقر